يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم ويصلي بسرعة بالناس فيقولون ما هذا يا رسول الله أول مرة نصلي كذا فيقول أشفقت على بكاء الطفل وعلى أمه فيقصر الصلاة من أجل حاجة طفل تلبية الحاجات بهذه الطريقة هي التي أنشأت أنس والحسن والحسين ومعاذ وعلي وزيد عليهم رضوان الله إذن عندنا إحنا عناد وعدوان وعندنا انقياد وضعف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لبى الحاجات الذي لبى الحاجات وصبر إلى أن قضى حاجته الطفل هو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا التوازن الآن الذي عندما جاء نفس الطفل نفسه حفيدة وأخذ من التمره أخذ من التمره أراد أن يأكلها تخيل تأخذ حلاوة حلاوة وش طموح الطفل حلاوة فيأخذ التمره فيضعها في فيه فيمسكه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في حديث في صحيح مسلم كخ كخ سيما نقول إحنا كخ كخ فيلفظها الطفل فيقول ألم تعلم أن آل البيت لا نأكل الصدقة إذا كانت تربيتنا مبنية على ما هي حقوقك تأخذها وما هي حدودك تقف عليها ننشئ أبناء ناضجين الحدود والحقوق مبنية على نعم ولا مبنية على نعم ولا لذلك نتكلم الآن عن مصفوفة اسمها مصفوفة الهدم والبناء كيف تهدم وتبني في شخصية ابنك كيف تهدم وتبني من خلال تلبية الحاجات وتصحيح السلوكيات هذه المصفوفة هي كالتالي هي كالتالي عندك تلبية رغبات لأبنائك تعطيهم اللي يبغون أو ما تعطيهم أبدا اثنين تصحيح سلوكيات أي خطأ يا ويلة وتصحح وتنتقد ولازم يفعل ولا تفعل أو أنك ما عليك منهم أبدا يسوون اللي يبغون هذه السلوكيات المتناظرة الأربع أنتجت عندنا أربعة أنواع من المربين والمتربين النوع الأول هو الطفل المتزن شخصية متزنة لكل شيء ثمن تغلط نوقفك تطلب نعطيك إذا كنت في حاجة لذلك نعم ولا نعم ولا نعم ولا مبنية على نعم ولا تنتج شخصا متزنا لا كثيرا تشعره بالحرمان نعم كثيرا تشعره بالدلال هذه مفسدة وهذه مهلكة إذن واحد متزن واحد متزن اثنين تلبية رغبات وعدم تصحيح سلوكيات ها أحسنت هذا المدلل سنت مدلل نعطي 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 ولا أبدا نحاسبه على شيء أحيانا ما نحاسبه على شيء بالمناسبة مو بلنا نحبه لأن نحن لا نريد أن نتحمل مسؤولية التربية يبلشنا يبلشنا باختصار يبلشنا يزعجنا يزعجنا رح نفتح للتلفزيون نعطيه الآيباد حقي يخذ جوالي بس يسكت فكني من شرك فكني من شرك بس أبغار تاح وبالتالي ينشئ ابن يعتاد على أنه يأخذ ولا يصحح له ينشئ ابن مدلل ثلاثة ابن محروم حسنت ابن محروم ليش؟ لأن تصحيح سلوكيات فقط ولا يعطى شيء والابن المحروم له مؤشرات يا كرام له مؤشرات تشوفونا يدخل في بيوت الناس مسكين متلهف لكل شيء ما قد شاف شيء يفرح بأي شيء منكسر تعطيه ما يأخذ لأنه ما تعود أصلا ما تعود ولا يشعر أنه يستحق فهو ابن محروم يشعر بالحرمان الله يا جماعة أن هذا النوع والنوع الذي يليه اللي لا تصحح له السلوكيات ولا تلبى له الرغبات هذا الطفل المهمل هؤلاء أنا قابلت أربع سنوات أقابل الطلاب المبتعثين خارج المملكة لما نروح هناك نقابلهم النوع اللي مثل هذا طيح اللي في راسه اذكر وانكر سوى كل شيء خرب أبو الدنيا أنا الدراسة لأنه أصلا محروم فرص يبغى يلبي رغباته نبي لغباته إذلك تجده رجل وفيه بقايا طفل بقايا طفل عنده يبغى 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 مسكين فهو محروم إذلك يا كرام تربية الأبناء بهذه الطريقة المتزنة وتعويدهم تعويدهم على توكيل ذواتهم أطلب تكلم صرح اعترض عادي يرفع صوته عليك يجمع عادي أن تعلمه كيف يطالب بحقه بأدب لكن لا تلجمه لا تحرمه حقه خلاه يتكلم خلاه يقول الطفل المعاند نعمة من الله عز وجل يجمع إذا طفلك معاند هذه نعمة من الله لأنه لا يمكن أن يكون مسايرا عنده استقلالية يقول لا يفترض يعترض يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه الغلام وعن يساره ما قال رجال ما قال صحابه قال الأشياخ ليش عشان يتخيل الصورة الضخمة غلام وأشياخ مبعاديين خالد بن وليد ما هو بأي إنسان خالد بن وليد هو معه الأشياخ وعن يمينه الغلام من يسويه هذه وفي يده القدح فيستأذن الغلام يقول أتأذنوا تدون ليش يستأذن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عادل عادل هذا حقه أتأذنوا أن أعطيه الأشياخ استأذنه ويلاطفه ويقوله الأشياخ علشان إيش؟ يحرجه يعني لا شياخ فيقول الغلام أنس لا يا رسول الله لا يقولها لنا لنسطرها عبر التاريخ قاعدة يقول لا يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحد يا رسول الله فيقول الراوي فتلها في يمينه خذ أشرب لن تكون ولن أكون أنا وأنت بأرقى ذوقا وأدبا ولطفا وتربية من النبي صلى الله عليه وسلم ولن يزورك أكرم من خالد بن الوليد فإذا جاءك أحد وعندك أطفالك عامله باحترام فإنك ستكسب احترام الناس وتكسب شخصية ابنك بإذن الله تعالى أيها الكرام إذا عودنا أبنائنا على توكيد الذات بنتعب إحنا في تربيتهم سيصبحون متعبين ولكن ستسهل حياتهم وإذا إحنا كبتناهم ستسهل تربيتهم وتصعب بعد ذلك حياتهم لذلك أنت بالخيار أنت من يبني ويهدم في هذه المرحلة لأبنائك ردود فعل إما أن تكون داء وإما أن تكون دواء هذه ليست موجودة في مذكرة لمن يريد أن يضيفها أيها الكرام إذا ابنك جاءه مثلا هذا سلوك متكرر يزورنا أحد يزورنا أحد والولد عندها ألعاب وصديقي أو أخوي أو أختي جايين معها عيال أخوها عيال أختي كانت جايين ولا عيال أخوك ولا عيال صديقك جاء الطفل الضيف ويريد أن يأخذ لعبة ابنك عالة من نفزع له نفزع لولد الضيف عيب طيب أليس هذا من الظلم حقه لعبته حقه حقه ليس من أكرام الضيف حقه أكرام الضيف تكرمه من مالك من حقوقك هذا حقه حقي لازم استأذنه لماذا لم يقل نبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الشيوخ وخلي أنس اللي رابن عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغتنا يمون عليه لماذا يستأذنه لأنه حقه حقه وبالتالي أنت علشان تحفظ ضيافة الطفل هذا وحق ابنك فاوض ابنك فاوض ابنك والله فاوض ابنك أجلس على رجولك فاوضة بيوجع راسك بيوجع راسك التربية ليس بسهلة تربية تبي صبر تبي تعب تبي تضحية بشرط ستصبر إذا اعتبرت ابنك مشروعك الأكبر في الحياة إذا اعتبرته مشروعك هو مشروعك الذي به بإذن الله يرفع رأسك في الدنيا ويرفع درجتك في الآخرة صلاح ابنك وفلاحة ونجاحة في الدنيا والآخرة لك يرفع في الدنيا ولك يشفع في الآخرة وبالتالي اعتبره مشروعك الأكبر إذا بتعتبره مشروعك الأكبر ترى بتصبر على بناء وهدم بناء وهدم وترميم حتى يصبح ذلك المبنى الذي تحب أن تراه